تتواصل فعليات المرحلة الثانية من معرض الأساس صنع في دميات بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وذلك وسط أقبال كبير على الشراء من المعرض والمنتجات الخشبية المزيد في هذا التقرير أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون جنيه هي حجم المبيعات على مدار ثلاثة أيام في معرض صنع في دميات المقام بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة وبمشاركة نحو سبعين عارضا من محافظة دميات ومن مدينة الأثاث الجديدة عندنا منتجات كتير ومتنوعة أنا طالع في مجال السفرة والنوم عندنا المنتجات ملتزمين بنسبة خصب 25% الحقيقة الأسعار عندنا النهاردة في المعرض فعلا أقل من الأسعار برا المعرض المعرض نحن بنقولها في إقبال من الجمهور وإحنا منتظرين برضو في الأيام اللي جاية أن هي تبقى في الإقبال اللي يزيد عن كده وطبعا بنشكر مرة تانية السيد وزارة الصناعة الدكتورة نفين جامع ودكتورة من الأعرض محافظة دميات نحن منتجين مصنعين إيد أولى فبننزل للعميل للزوء العام وبننزل للعميل أنه يأخذ المنتج جيد درجة أولى جودة أولى بسعر تنفسي بجد سعر تنفسي غير برا وغير أي معرض برا المعرض يشهد في يومه الرابع إقبالا كبيرا من المواطنين الذين انتهزوا فرصة الخصومات الكبيرة التي يقدمها المعرض بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى أن المعرض في دورته الحالية يتميز بتصميمات عصرية وجذابة تناسب جميع الأضواق بنقدم كل ما تتعلق على الحوائط في البيوت يدي لمسة جمالية في البيت عندك كورنال عزو يبقى بمنظر أكوى وأحدث وأجمل بنقدم تشكيلة كبيرة من الأنتيكات والتحف الخشبية الخشب كله زان وكبس بلدي قبل كسة ودخل فيها الإضاءات والإنديوكتلايت والإزاز الفمية كل الحاجات دي شهر في شغل لنا المعرض يستمر لمدة عشرة أيام حتى يوم العشر من يونيو الحالي ويأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها الدولة منذ عام 2016 تحت شعار صنع في دمياط وذلك لتحقيق رؤية الدولة نحو النهود بتلك الصناعة ودعم العاملين بهذا القطاع وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم مما يساهم في استعادة مكانة الآثاث الدمياطي الذي اشتهر بجودته والتمييزه منذ عقود طويلة بالأسواق المحلية والعالمية أحمد الحسيني التلفزيون مصري